ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته منهم الصلاة الصلاة صليها في وقتها صلاة بخشوع صلاة بناوفرها صلاة بأركانها سبحان الله الصلاة أطفأ النيران نيران المعاصي بالصلاة وقف بين يدي رب العبادة عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي سبحان الله ولا عبدي ما سأل هذه زيادة قال أحد الصالحين عشت عشرين سنة أحث نفسي على الصلاة حثا كي أدخل فيها جاهد نفسي عايز أصلي عايز أصلي ثم عشت عشرين بعدها أحث نفسي على الخروج منها فما أستطيع يا سلام شف 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 21 سنة عايز يخلص صلاة ويخرج اهدى زيادة رسوله قال وجوالية قرة عيني في الصلاة ولولا أني أسمع بكاء الصبي فأخشى أن تفتتن أمك في الصلاة فأخفف وقرة عيني في الصلاة سبحان الله وإذا قال له إيه طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أنت تتعب وتقف وتحمل على ريشل تتورم قدمها لأت ما يحمل على ريشل دون ريشل طول الليل سبحان الله طاها أي طاها بكلتي قدميك يا محمد طا الأرض بكلتي قدميك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قد نعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفة وطائفة من الذين أمون سبحان الله هذا القرآن لما يجي الليل ليه صلاة الليل جميلة فأيش رياء في الصفاء ليس حد يطرق عليك البياء صلي ركعتين كده بينك وبين الله وركعتين في جوف الليل ولذلك قال نور القبور ما وجدناها إلا في ركعتين صليناها في جوف الليل قال له أبو الحتن الشزي في الرؤية قال له كيف الحال يا إمام قال له لا إمام ولا غير إمام ضاع كل شيء قال له وماذا بقي قال له ركعتين صليناها في جوف الليل قال له وماذا بقي